هذه المدونة الصوتية قدمت لكم من معهد نور الهدى المعهد العالمي للعلوم الشرعية ساعدنا في نشر الهدي النبوي وإيصاله إلى ملايين الناس حول العالم من خلال دعمك الشهري لهذا المعهد ولو بمبلغ عشر دولارات شهريا اضغط تبرع على موقعنا الحمد لله والصلاة والسلام على سيدنا محمد رسول الله وعلى آله وصحبه ومن اهتدى بهداه وسار على نهجه ووالاه وبعد أيها الأحبة فإن النبي صلى الله عليه وسلم قد بيّن لنا أن أهل الشرف والمنزلة العالية في هذه الأمة هم أصحاب القرآن الكريم فعن ابن عباس رضي الله تعالى عنه أنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم أشراف أمتي حملة القرآن وأصحاب الليل يعني أصحاب الشرف في هذه الأمة أصحاب المنزلة العالية هم أهل القرآن وأصحاب الليل الذين يقومون يحيون الليالي بقراءة القرآن والتضرع إلى الله سبحانه وتعالى وهذا الشرف الذي يناله صاحب القرآن يكون في الدنيا والآخرة فإن صاحب القرآن ليعلو في المنزلة في الدنيا والآخرة بحيث يكون في الدنيا بالقرآن الكريم يكون أهلا للإمارة والقيادة ويقدم على غيره وإن كان فقيرا أو صغيرا مصداق ذلك ما أخرجه الإمام مسلم أن نافع بن عبد الحارث لقي عمر بعسفان كان عمر قد استعمل نافعا على مكة يعني صار واليا على مكة فجاء نافع إلى عمر رضي الله تعالى عنه فقال عمر من استعملت على أهل الوادي فقال ابن أبزى قال ومن ابن أبزى يعرفه عمر قال مولا من موالينا يعني عبد من عبادنا قال عمر فاستخلفت عليهم مولا فقال نافع إنه قارئ لكتاب الله عز وجل وإنه عالم بالفرائض قال عمر أما إن نبيكم صلى الله عليه وسلم قد قال إن الله يرفع بهذا الكتاب أقواما ويضع به آخرين وأخرج الترمذي وحسنه عن أبي هريرة رضي الله تعالى عنه أنه قال بعث رسول الله صلى الله عليه وسلم بعثا وهم ذو عدد فاستقرأهم فاستقرأ كل رجل منهم ما معه من القرآن فأتى على رجل من أحدثهم سنا فقال ما معك يا فلان قال معي كذا وكذا وسورة البقرة فقال أمعك سورة البقرة قال نعم قال اذهب فأنت أميرهم إذن جعله النبي صلى الله عليه وسلم أميرا عليهم لأنه يحفظ سورة البقرة فقال رجل من أشرافهم والله ما منعني أن أتعلم البقرة إلا خشية أن لا أقوم بها يعني خاف أن لا يستطيع القيام بحق هذه السورة من الحفظ والتدبر والتأمل ونية العمل والإخلاص فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم تعلموا القرآن وقرؤوه فإن مثل القرآن لمن تعلمه فقرأه كمثل جراب محشو مسكا يفوح ريحه في كل مكان يعني كمثل كيس محشو بالمسك بالطيب ومن تعلمه فيرقد وهو في جوفه فمثله كمثل جراب أوكئ على مسك يعني فمثله كمثل كيس أوكئ يعني أغلق على مسك فالقرآن الكريم مثله كمثل المسك في الطيب أينما كان فهو نافع وطيب وينشر البركة كما ينشر الطيب الرائحة الطيبة أيضا أيها الأحبة من شرف حامل القرآن الكريم المداوم على قراءته وتدبر آياته والتفكر فيها بأنه لا يرد إلى أرذل العمر يعني لا يصل إلى الخرف فقد أخرج البيهقي في الشعب عن ابن عباس رضي الله تعالى عنه أنه قال من قرأ القرآن لم يرد إلى أرذل العمر لكي لا يعلم من بعد علم شيئا وذلك قوله عز وجل ثم رددناه أسفل سافلين إلا الذين آمنوا يعني قال ابن عباس قال إلا الذين قرأوا القرآن فهى له من شرف عظيم هذا الذي يناله صاحب القرآن في الدنيا وأما في الآخرة فإن حامل القرآن العامل به ليكون مع النبي صلى الله عليه وسلم في الآخرة ليس فوقه أحد في الجنة مصداق ذلك ما ورد عن عبد الله بن عمر بن العاص عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال يقال لصاحب القرآن يوم القيامة اقرأ ورق في الدرجات ورتل كما كنت ترتل في الدنيا فإن منزلتك عند آخر آية تقرأها روي أيضا عن أم الدردائي أنها قالت سألت عائشة عن من دخل الجنة ممن قرأ القرآن ما فضله على من لم يقرأه فقالت عائشة إن عدد درج الجنة بعدد آي القرآن فمن دخل الجنة ممن قرأ القرآن فليس فوقه أحد يعني ينال الفردوس الأعلى مع النبي صلى الله عليه وسلم فهنيئا لأهل هذا الشرف العظيم بحملهم كلام الله في صدورهم وإن كتاب الله أوثق شافع وأغنى غناء واهبا متفضلا وخير جليس لا يمل حديثه وترداده يزداد فيه تجملا وحيث الفتى يرتاع في ظلماته من القبر يلقاه سنا متهللا هناك يهنيه مقيلا وروضة ومن أجله في زروة العز يجتلا يناشد في إرضائه لحبيبه وأجدر به سؤلا إليه موصلا فيا أيها القاري به متمسكا مجلا له في كل حال مبجلا هنيئا مريئا والداك عليهما ملابس أنوار من التاج والحلا فما ظنكم بالنجل عند جزائه أولئك أهل الله والصفوة الملا أولو البر والإحسان والصبر والتقى حلاهم بها جاء القرآن مفصلا بنفسه من استهدى إلى الله وحده وكان له القرآن شربا ومغسلا فطوبى له والشوق يبعث همه وزند الأسى يهتاج في القلب مشعلا نسأل الله سبحانه وتعالى أن يوفقنا وإياكم لقراءة القرآن وتدبر آياته وأن يحشرنا مع أهل القرآن إنه سميع قريب مجيب والسلام عليكم ورحمة الله شكرا على استماعك إلى هذه المدونة الصوتية التي تم تقديمها إليك من معهد نور الهدى المعهد العالمي للعلوم الشرعية زورونا على الرابط ar.seekersguidance.org للوصول إلى علوم شرعية موثوقة تدرس من قبل علماء مؤهلين نحن نقدم عددا من الدورات والمدونات الصوتية والمقالات والفتاوى على نطاق واسع نود منك دعمنا في نشر العلوم الإسلامية المجانية وإيصالها إلى الملايين من الناس حول العالم من خلال التزامك الشهري معنا ابدأ من اليوم قال رسول الله صلى الله عليه وسلم الدال على الخير كفاعله فلا تنسى أن تشيع هذه المدونات لتسهم في نشر الهدي النبوي ترجمة نانسي قنقر